حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن عمر بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلالي بن الحارف المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه صخطه إلى يوم القيامة قال فكان علق متو يقول كام من كلمين قد منعنيه حديث بلال بن الحارث حتنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال اخبرني ابن ربيع تابني ابي عبد الرحمني عن الحارث بن بلال عن ابيه قال قلت يا رسول الله فاسخوا الحج لنا خاصة ام للناس عامة قال بل لنا خاصة حني قريش بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي قال اخبرني ربيعة بن ابي عبد الرحمني قال سمعت الحارث بن بلال بن الحارث يحدث عن ابيه قال يا رسول الله ارأيت متعة الحج لنا خاصة ام للناس عامة فقال لا بل لنا خاصة ام لابن